أكيد. أنا شخصين بحب كتاب الورقين. طبعاً أنا جيل قديم. ولكن أنا ممكن بقى أبدأ ألعب مع الولاد والشباب اللي مش عايز يمسك الكتاب. فبما أنه ماسك الموبايل 24 ساعة فإذاً هناك في تطبيقات كتير دلوقتي وكتب صوتية وتطبيقات كتير عليها كتب مختلفة. بدل ما يلعب في جيمز أو ألعاب فممكن يقرأ كتاب. إيه اللي متوفر في ده بالنسبة لهم؟ في كتب صوتية وفي كتب إلكترونية. ميزة الكتب الصوتية أنا شايفة أكتر حاجة في الطريق. خصوصاً إحنا مثلاً رايحين للسحل الشمالي رايحين سينة. فالطريق أقل حاجة ثلاث ساعات أو أربع ساعات. صحيح. طب ما نيجي نتفع على كتاب حلو نسمعه في الطريق بدل ما نسمع أغاني أو كي يكون الكتاب مطيف. بالضبط. معي سمعتي وأسمع الكتاب. بالضبط. وحتى مش لازم يكون رواية علشان ما مفصلش أو مثلاً أوصل وما كونش لسه خلصت الرواية. لا الأفضل مثلاً هو يكون كتاب نون فيكشن. كتاب فصول. بحيث أن أنا لو قفت عند فصل معين أعرف أكمل. دي مثلاً أشوف كتاب مثلاً أنا طريقي ثلاث ساعات أشوف كتاب ثلاث ساعات. تمام. لو أنا قاعد على البحر مش لازم يبقى معي كتاب ورقي. وأنا معي الموبايل أشوف الكتاب المناسب لي على أي تطبيق من التطبيقات الباية منتشرة جداً دلوقتي. والميزة كمان إنه لو معجبنيش الكتاب ممكن أبدأ في غيره. أنزل غيره وأبدأ في تاني. صح أنا ممكن أعمله داونلود حتى قبل مطلع الأجازة. فما بقاش محمل قوي على التليفون. فيبقى موجود وأقدر أعود أقرأ. بالضبط. لأنه حتى من ضمن النصايح إن أنت لازم تروح بكذا كتاب. بحيث إنه لو معجبكش أول كتاب. طرق تخش على التاني أو التالي. بس ميزة التطبيقات إنه هيبقى معك مئات الكتب. ممكن تتنقل ما بينها براحتك جدا. في ناس بتحب قبل ما تقرأ الكتب تروح للريفيو. فأنت برضو بتنصحه إنه لو هو مثلاً زي ما أنت قلت أكتر من كتاب. فهو يقرأ الريفيو بتاعها الأول ويختار بعد كده إيه اللي هو هيبقى ميال لي. خصوصاً الكتب الشهيرة. كذا حد هلاقي سواء ريفيو مكتوب أو حتى زي ما أنا بعمل ريفيوهات على على يوتيوب. هلاقي لو عمل سيرش على يوتيوب وعمل سيرش على فيسبوك المجموعات القراءة. دايماً الكتب المشهورة هتلاقي الناس قريطة وبتكتب رأيها عنها.